شكرا لكل من وقف مع إثيوبيا حتى رآها اليوم تحقق أولى أحلامها هذه البلاد وربوعها اليوم هي تفرح فرحتها الأولى ليست الأولى بكل ما تعنيه الكلمة ولكن هذه التطلعات التي رأيتموها اليوم كيف أن بلادنا اليوم وقفت صامدة لتنمي هذا الشعب المغلوب على أمره اليوم نحن نجني هذه الثمار اليانعة فشكرا لك يا إثيوبيا وشكرا لكل من أراد الخير وأحب الخير لإثيوبيا أيها الإخوة في جمهورية مصر العربية إننا نزف إليكم هذا الخبر الذي شاهدتموه وسمعتموه ورأيتموه بأم أعينكم لتثبت لكم بلادنا بأن بلادنا ليست للإضرار بشعب مصر الكريم نحن تربطنا بكم أواصر كثيرة أواصر لا يمكن أن تتمزق بمثل تصريحات عابرة همها وهدفها أن تفتت وتمزق النسيجة الإفريقية الذي تتمتع به بلادنا ودول القارة الإفريقية أيها الإثيوبيون في كل مكان إننا نهنئكم اليوم ونحن نرى كيف أن بلادنا بفضل الله تعالى قد تمكنت من ملء خزان سد النهضة تعبئة أولية دون أن تشكل أيما ضرر يذكر على أشقائها في مصر والسودان فإذا كانت هكذا فإذا كان الأمر كما رأيتم أو كما لم تشعروا به فكيف يا ترى تشعرون بأن إثيوبيا ستضر بكم حتما فإن قيادتنا وشعبنا الإثيوبي الكريم لا يريد الإضرار بأحد وإنما نحن هنا مصدر السلام نحن نصدر السلام للقارة الإفريقية لنقول للعالم أجمع تالله لن يصيبكم منا مكروه إن شاء الله فاطمئنوا واحرصوا وإلى الإعلاميين الإثيوبيين الذين ساهموا في هذه المرحلة المتقدمة لبلادنا وهم يرون اليوم كيف أن كفاحنا قد آتا ثماره بفضل الله تعالى ثم بإرادة هذا الشعب العظيم الذي يأبى الضيم والجور والظلم كما يأبى أن يكون على هوامش الدول نحن نرضى أن تكون بلادنا مستقرة وقارتنا مستقرة بل نسعى لذلك بكل ما أوتينا من قوة لا نضر بأحد هذه رسالتنا ورسالة شعبنا الإثيوبي الذي رأيتموه كيف هو اليوم يحتاج إلى هذه الطاقة التي ينعم بها الأشقاء في دول الجوار أيها الإعلاميون الإثيوبيون هناك من يريد أن يشتت رسائلكم التي تصدرونها فكونوا خير سفراء لبلادكم كونوا خير سفراء لبلادكم وأنتم تبرزون لهم الحقائق دون تهجم ودون أن تتهجموا على الأفراد والمجتمعات فقضيتنا ليست الشعب المصري أو الشعوب المجاورة قضيتنا تنمية إثيوبيا فاحرصوا على هذه الرسالة بكل ما أوتيتم من قوة ولا تنزلقوا إلى منزلقات تحسب على بلادكم أنتم سفراء الكلمة في بلادنا فكونوا خير من يمثلها ولا تكونوا كمن يمثلها بسوء فيبصر العالم لبلادنا بعين من الريبة والبغضاء فأنتم أهل للسلام وأنتم أهل للجمال والبهاء وللعادات والقيم والتقاليد الإثيوبية التي تتمتع بلادنا بها نحن من آوى خير البشر بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلوات والسلام فكيف اليوم نتسبب في إيذاء الآخرين إننا في فرحة غامرة لا يمكن أن توصفها البيانات ولا يمكن أن توصفها السطور نحن في فرحة نحمد الله عليها ستتوالى فرحتنا طالما تكاتفنا وتوحدنا وجنبنا خلافاتنا الداخلية كل الشكر والتقدير والثناء لله سبحانه وتعالى ثم لقيادة بلادنا للدكتور أبي أحمد علي وواجهة الدبلوماسية الأولى في بلادنا السيد قدو أندر قاشو ولمعالي وزير الري والطاقة والمياه الدكتور المهندس سلشي بكلي وكل من قام على هذا الملف ملف سد النهضة العظيم نشكركم باسم الإثيوبيين وكذلك باسم الأفارقة لما قدمتموه من نجاح باهر في قضية الشعب الإثيوبي المعاصرة الأولى قضية سد النهضة وإلى الأمام يا بلادنا الحبيبة إلى الأمام يا مأوى الهجرتين إلى الأمام يا إثيوبي الخضراء في أمان الله محمد العروسي